دكتور سمية الانتخابات شغالة وده استحقق دستوري عشرين اربعة وعشرين هيبقى في عندنا رئيس للجمهورية جديد الاسم أنا ستجل لك يا جماعة أكيد هيبقى رئيس عبدالفتاح السيسي يا سيدي أنا واحد أتمنى يعني تمام في انتخابات مش سلطتي ولا رأيي أن أنا أقول يا ترى مين اللي جاي وأكيد فلان هيجي وفلان مش هيجي معرفش بس اللي أنا أقدر أفهمه أن أنا في عندي مصار اقتصادي أنا مشيته خلال العشر سيين اللي فاتوا من 14 لحد نهاية الشهر الحالي وإعلان النتيجة الانتخابات بتاعت الانتخابات الرئاسية إن شاء الله في بداية عشرين وعشرين وعندي تحديات اقتصادية أنا همر بيها كدولة وبالتالي قيادة مصر السياسية ممثلة في رئيس جمهوريتها أمامه تحديات وأمامه فرص طبعا فهمني بقى هو حضرتك بدأت الكلام بكلمة مهمة جدا وهي إن إحنا عندنا استحقاق مهم جدا هو استحقاق دستوري وحق قانوني لكل مواطن مصر إن أنا أقول صوتي إن أنا بشارك في اختيار من يحكم هذه الدولة فده نتفق أو نختلف هو أهم انتخابات بتجرى على الأرض المصرية هي انتخابات الرئاسة المصرية أعلى سلطة في هذه الدولة فده بيخلينا كلنا كمصريين نستغل هذا الحق نشارك وننزل ونقول رأينا ونقول صوتنا مع أي حد من المرشحين فده بيخلينا دايما بنرسخ ثقافة الاختيار إن أنا باختار البرنامج وباختار الشخص وباختار الطريق اللي هكمل فيه شكرا